طيب قبل ما نهيو هاد الحلقة غادي نرجع القضية ديال الفضيحة الاخلاقية والجنسية ديال هادوك جوج ديال القيادين ديال حركة توحيد والإصلاح واللي اسبق لي هادو واحد يومين خصت له واحد الحلقة اللي لقات واحد صادة كبير داخل وخارج الوطن فيما يخص هاد القضية جوج ديال البيانات الصحفية الواحد صدر البارح في الليل ديال الرئيس حركة توحيد والإصلاح والبيان آخر صدر اليوم ديال المديرية العامة الأمن الوطني جوج ديال البيانات الصحفية مهمين جدا لاننا نتمنى بهم غادي نهيو هاد الجدل الوقت القضية الأولى وللبيان الأول ديال سي عبد الراحيم الشيخي رئيس حركة توحيد والإصلاح البيان ديال هما رأي منشور على الموقع الإلكترونيلي ديال حركة توحيد والإصلاح اللي غادي اكدنا غادي قلنا يعني إلا بغننا ننخصوا ذاك البيان دياله كامل في جملة بأنه المعطيات اللي بنت عليها حركة توحيد والإصلاح باش تقيل وتقبل الاستقالة ديالها جوج ديال أعضاء ديال القيادين اللي تورطوا في فضيحة أخلاقية فكي يقول لك سي عبد الرحيم الشيخي رئيس الحركة بأنه التوقيف ديالهم من الحركة كان بناء على معلومات صحيحة وتابتة هذا رئيس حركة توحيد والإصلاح أنا كنقول هذا الشيء ماشي باش نشفى فيهم ماشي باش نتكلم في عراض الناس كما قلت هدو ماشي أياتو هالناس هدو كي يعطوه العبار وهدو يعني كي يعطوه الضروس وصلت درجة أنه سيدك نائب الأوسي بنحمد في بعض الضروس دياله وقال لكيري لا الولد ولا البنت تبادلوا يعني عبارات الحب على الفيسبوك فيعتبروا زينة وهو تلقوا في وضعية للآن المحاضر ديال الضبيط القضاء يرون من شرين على الانترنت فيهم يعني كوشي أنا ما نبغيش ندخل في أعراض الناس ما نبغيش نتكلم فيها ولكن لأن هذه أصبحت قضية ترعي عام وطني ودولي ضروري نخصص لها هذه الكلمات قلت البيان دياله رئيس حركة توحيد والإصلاح يمكن نقلقوا واحد جوجل لك تدير المقتطفات في عجلة كيقول بأنه بناء على ما توفر أنا كيتكلم أنا يقول لك مؤسسة حركة المقرر لإقالة وقبل استقالة من عضوية المكتب بناء على ما توفر لدى إخوتكم المسؤولين من معطيات صحيحة وتابتة وبناء على ما صرح به المعنية المباشران بالموضوع والسناد إلى مبادئ ديني الحنيف وقية من الطربوية ومنها جناء الشرعي والتنظيمي إلى آخره نظن بأنه مبقاش مجال للشك لأنه بزاف ديالناس كيقولوا لا والله ما شو نحشو معليكم كتابت فيهم وأنتم ما تكشي ما شو تابت وإلى آخره وخسر بعض ديالشهود ما نعرفت شنو هذا رئيس حركة توحيد والإصلاح لك يقول لك بإنما القرار ديالإقالة تبناء على معطيات صحيحة وثابتة وبناء على ما صرح به المعنيان تصريحات ديال المعنيان في جملة أخرى كيقول لك بإنما الأعضاء ديال الجماعات التحاموا بقيادتهم والتزاموا بما تقدره الصواب والأرشد لمعالجة ما حصل من أخطاء فادحة وجسيمة يتحملها أصحابها أنا ما يعني البيان كبير كان أعطيكم يعني غير الجمال المفتاح تقدروا ترجعوا للموقع الإلكتروني ديال توحيدوا الإصلاح وتقرأوا البيان كامل مرة أخرى كنا من حقوق العضوية في حركتنا المساندة في حالة الإبتلاء بسبب القيام بمهام الحركة وإذ أقدروا أن هذا الأمر لا ينطبق على النازلة التي نحن بصدد معالجتها وأنه لا يمكن لهئة الحركة وعضائها بصفاتهم التنظيمية الوفاء بهذا الحق هو كيقول لك سياد رحيم الشيخي بأنه في الحركة من المفروض أن المبادئ ديالهم يساندون بعضهم البعض المساندة في حالة الإبتلاء خاصة في حالة الإبتلاء إذا وقعت شي مشكلة مصيبة بسبب القيام بمهام الحركة ولكن يقول لك في هذه النازلة ما يمكنش نسانده بعضياتنا البعض لأنه كما سبق قلنا معطيات صحيحة وثابتة وأخطأ فادحة وجسيمة يتحملها أصحابها هذا رئيس حركة توحيد الإنسان سياد رحيم الشيخي كلمة في حق سياد رحيم الشيخي قلتها لكم في الحلقة اللي دازت معروف عليه أنه إنسان معقول وإنسان طيب وإنسان منفتح بش مرة أخرى مرة أخرى الله يخليكم ونس بش الناس بزاف كي يخلطوا لكي يعموا أنا مشي بهذا الطينة أنا كنقول دائما في أي حركة في أي جمعية في أي مجتمع كانت صالح والطالح وهذا الشيء ينطبق على حركة توحيد والإصلاح فيها ناس معقولين فيهم ناس مزيانين وإيضا نقدروا نتلقوا فيهم ناس مشي في المستوى أو لا ناس اللي يرتكبوا أخطاء يلا الناس اللي يرتكبوا أخطاء بحل النائب الأول والنائبة الثانية والسعد الرحيم الشيخي إنسان لحد الآن ما شفنا فيه وما سمعنا عليه غير الخير وأنه إنسان ملك الماء وأنه إنسان منفتي وأنه إنسان فقش يعني يعيط له الواحد أو اللي يطلب منه شي حاجين كي يتلقى دائما رهن الإشارة وإنسان يعني ما نقول عليه غير الخير صراحة تقال وهذا الشي يمكن كان الناس أخرين حركة توحيد الإصلاح بحل السي شيخي أيضا كان الناس أخرين اللي فيهم متيرين للجدل وفيهم ما يتقل أيضا داخل حركة توحيد الإصلاح وإنسان هذا الشي يتبقى في الحركة أو في الحزب أو في النقبة في الممشد كتلقى المليح والقبيح بيان مهم ديال حركة توحيد الإصلاح اللي نظن بأنه وكانت هذه الخرجة كان خصها تكون صراحة كان شكور سيبد رائم شيخي والناس القيادين اللي معاه اللي يستشرهم في هذه القضية كان خصهم يقوموا بهذا البيان هذه الخرجة الإعلامية ولو كان خصهم يديروها ولكن ما عليش بما أنهم عملوا هذا البيان التوضيحي فنظن بأنه نطالب أيضا حتى بالإعلام وبالصحفة أنها يعني توقف نقاش في هذا الإطار إنها يمكن الأمر تعطاله كتر من حقه قلنا فيه جميع ما يتقال وبهذا البيان ديال الحركة التوحيد والإصلاح اللي كانت تعطار بناها هذه الناس يعني أولهم على الأقل بناء القرار ديال الطرد ديال هذه الناس بناء على المعلومات صحيحة أو تابتة وبينها واعتبروا بينما ما كان به القيادين ديالهم أخطاء جسيمة كيتحملهم المسؤولية ديالهم فإذن ما بقى لنا ما ينتقل وكان حيث أضرحي مشيقين لنظن ماشي من السهل بالنسبة لوحد الرئيس واحدة الجمعية لخاصة أنها دعوية إسلامية دينية أنه يخرج بهذا البيان بهذا الحدة بهذا اللهجة في هذا الوقت لكل شيء الكاميرات وكل شيء يعني ديال العالم إعلام يعني مسلطين على حركة التوحيد والإصلاح وكان اللي غادي يزيد يهضر ولكن أنا بالنسبة لي ما غادي يزيد نتكلم في هذه القضية يمكن استفاد بيان آخر مهم للغاية هذا المرة خرج اليوم هذا ديال المديرية العامة للأمن الوطني غادي تعطينا لأول مرة معلومات بعض المعلومات إشارات كما هو من شرف موقع ديال الوقات المغرب العربية للأنباء لامب غادي نقول لي ممكن واحد القوس على لامب في آخر هذه الحلقة يعني لأول مرة مديرية العامة للأمن الوطني تستطيع بيان بهذا الشكل بشتطينا غير بعض الإشارات لأن سمعنا الهضرة بالسلام كما قلت لكم هذا الشيء مش يصحي هذه مؤمرة مدبرة فغادي تعطي بالمرموز والتهدي مناسبة يمكن هذه تهيط طريقة هذه المديرية العامة للأمن الوطني بش تهدأ الأوضاع بش تهدأ الأوضاع وتقول لهم يعني ليه فهم ليه فهم رسالة وصلت على ما أدن رسالة وصلت وانظرنا بينما التاس الحركة تحدث الإصلاح والشيخ ما صدروا البيان البرح إلا كانوا على علم بما سيأتي به بيان دي المديرية العامة للأمن الوطني وأيضا على علم بالمحضر دي للضبيط القضائية للآن رغم من الشر كان يعني وحلا فويت فلاب خيس رغم من الشر يعني شي حويش أنا ما غيرش نتكلم فيها لأنك ما كان قولك ما تكلمش الخصوصية دي الناس بيان دي المديرية المديرية العامة للأمن الوطني كيقول جوجي الحويج مهمين بزاف كيقولك بينما يعني كيقولك يعني السياق فجأت فيه العملية كانت يعني الفرقة الوطنية للضبيط القضائية كانت تقوم يعني بالمهام ديالها لأخور مشاو مجي تشاطئ هذك البحر تكلمين عليه مجي تسبع ديال السباح قالك مين كانوا في يعني في المهام ديالهم متربصين ولا متبعين واحد المهرب ديال المخدرات أطار انتباهها يعني كيهضر على الفرقة الوطنية أطار انتباهها سيارة مركونة بشاطئ البحر تبعوا ما يمزي لأن هذا يعني بيان رسمي لأول مرة رسمي ديال المديرية العامة الأمن الوطني بناء على محضر رسمي قانوني واللي غدي يمشي الوكيل وبناء عليه غدي يتم المحاكمة ديال هذ الناس إلى تمت المحاكمة وإلا ما تدخلوش وتحركوا التليفونات باش يكلموا وينسوا هذ القضية كاللك ديال ديال أطار انتباهها سيارة مركونة بشاطئ البحر عند الساعة السابعة صباحا وبداخلها الموقوفان وهما في وضعية مخلة تشكل عناصر تأسيسية لفعل مجرم قانونا هذ الكلام نعاوده للمشككين والناس اللي عندهم بعض المرات كين تمي عندهم واحد الفكر أنهم كيعتبروا بأنه لا الشيخ كان دير اللحيا ولا المرأة كان دير الحجا فهما معصوما وهما في مقام الخلفاء الرشيدين وفي مقام زوجات الرسول الله والعياد بالله كنت تقول لك الموقوفان يعني ضبطت السيارة وبداخلها الموقوفان وهما في وضعية مخلة تشكل عناصر تأسيسية لفعل مجرم قانونا في الأخير وقد تم إعمالا للمقتضيات فقرة أخرى وقد تم إعمالا للمقتضيات القانونية ذات صلة إنجاز محضر وهذا أخطر من إنجاز محضر معاينة بالأفعال المرتكبة ورفع تبعوا ما يمزي ورفع المحجوزات والآطار المادية التي تؤكد الفعل الإجرامي رفع المحجوزات والآطار المادية التي تؤكد الفعل الإجرامي أنا تكوين قانوني دراسات العليا في القانون العام والقانون الخاص في جامعة الحرة في بروكسل ودرست أيضا في الجامعة المغربية وكانت تفكر الأساتيدة القانون كما تكلمون المحجوزات والآطار المادية التي تؤكد الفعل الإجرامي أنا المدير العام الأمن الوطني تعطي إشارة يعني تقول نبغى سبحان الله كان دلائل كان دلائل ديال الحمض المناوي وديال يعني دبا عندنا مع الله ديان يعني وتأخذ يعني لنا ما نبغيش أن ندخل يعني في الحيتيات وجزئيات ولكن نظر الرسالة وصلت لخصيفة مرة فهم طيب ولكن نبغي نبسط مرة أخرى لبعض لبعض الشباب أو لبعض الناس اللي كما قلت لك أنصر أخاك ظليما أو مظلوما جوج ديال البيانات مستقلين عن بعضهم البعض واحد ديال الحركة تحيد الإسلاحي كتبرأ بهم كتخل قرار الترد أو قبل الإقالة والاستقال تما على معطيات تابتة ومؤكدة وكيعتبر الحركة هي كتذب أنها أخطأ جسيم ارتكبها المعنيان بالأمر ويتحمل هما بوحدهم المسؤولية ديالها فانظن هذو الأبواق المجانية وهذو اللي فيهم الفهمات واللي يقول لا أنا سمعت أحواج خطيرين بزا سمعت بعض ما يسمون بالدعاة شبه والعياذ بالله شبه هذه السيدة بلما نقول الاسم ديالها بسيدة عائشة أم المؤمنين صوروا وصلت بهم الوقاحة إلى أنهم يعني باش يبرؤوها باللكين لأن بعض الناس يعتبروا أنك انتقتي داعية قنف الدعوة ولا وسيدتي شيخة متا يعتبروا بحليك تجمع الإسلام ولا تجمع الدين وهذا خطأ وهذا خطأ تعلموا يا عباد الله تعلموا تقبلوا النقد وتفرقوا ما بين الدين اللي هو شي حاجة أسمى فوق الجميع وما بين الأشخاص الأشخاص يصيبون ويخطئون وخيكون كما بغي يكون وخيكون حافظ مستين حزب وحافظ الصحيحين ومن عارض ودير سبعا ديالحجات فالشخص يقدر يخطأ إذن إلا انتقدنا الشخص فهذا لا يعني أننا ننتقد الإسلام أو إلا ننتقد الحركات الإسلامية أو إلا الحركات الدعوية أنا وكأنه كل الإحترام الجمعيات الدينية والدعوية وأنا أنا بذاتي مسلم ما يمكنش أنا ننتقد الدين ديالي ولكن ننتقد دعاة الدين ننتقد من يسوي له نفسه أو من يعتبر نفسه يتكلم باسم الدين وباسمنا وباسم الدين ويعطينا الدرس والوعاد والآخر على أين هذ البيانين نضرب أنهم سيسدوا الفم لهذك الناس اللي لا حولوا القوتة ولا عيادوا بالله شبهوا هذ السيدة أيضا بسيدة عيشة الأم المؤمنة باش يدافعوا لها واعتبروا هذ القضية بحل قضية الإفك شبهوا ما وقع يعني في هذا هذا البحار في شاطئ المنصورية بحل القضية ديال لأم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها وهذا مخصوش يكون خصوصا نصده له هذا ينتمنى بأنه مناسبة وأنا أتوجه هنا لجميع المسؤولين للحركة الإسلامية والدعوية مع احترامي لهم جميعا أنه يمكن هذه مناسبة من هنا فصاعدا بعض الدعاة منهم ماشي كل شيء بعض الأشخاص داخل هذه الجمعيات يعتبرون أنهم يملكون الحقيقة وأنهم ما عرفت بعثهم الله سبحانه وتعالى باش يدخلون الدين وكأننا خارج الدين ويبقوا يفتون ذات اليمين وذات الشمال ويشهرون بأعراض الناس ويعتبرون الناس فجارا وفساقا لا لشيء إلا لأن هذه لبسة يمكن جين وهذا لبس شورت وهذا كيكمين وهذا ويبدي ويكفروا الناس إلى آخر فهذا يمكن درس للجميع أنه من الآن فصاعد وأنا أقولها مرة تانية هذي الناس كون كانوا أيتها الناس نساعدين كونتنا هذي ندفع أنا اللو اللي ندفع لهم إن كما قلت لكم أنا كندفع للحرية الفردية وكن أعتبر لشي واحد درش عمل شخصي بينه بين شي واحد أخر بطريقة رضائية ذك شي شغله بينه بين الخالق دياله وانا كان نظن بأنه كان فكر بأنه أولا في إطار القانون نظن بينما آوي كان هذي القوص يفتحوا دياله للاسف 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 ما تعتناش واحد لكسي ديغيكت الأخبار اللي كتنشرها للأسف كتطالب إنه نخصنا نخلصه فأنا كان أعتبر بأنه الوكات المغرب العربي يعني هي أصلا في اللول وقبل لك شي خدمة عامة أنها تنشر الخبر وتعمموه فأخصص على الأقل تخصص مجموعة ديال المقالات وخاصة محل هذه البيانات المهمة بالمجان وللعموم باش تكون إفادة عامة شكرا لانتباهكم وإلى اللقاء في حق أخرى من برنامج تيسيني توق اشتركوا في القناة